السلام عليكم ومرحبا بكم ان شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحة جيدة وشارككم وشاي ساحتكم وحكوا لي في كومنتي قولوا لي دا توحشتوني كي ما توحشتكم انا على بل انا نغيب عليكم بصح نوعدكم ان شاء الله من نوجي ان شاء الله نحاول نحط لكم فيديوهات هكا بصفة منتظمة شوفوا اليوم بديت لكم الفيديو بالقهوات على الصباح قهوات كحلة هكا باش ننشطوا مع بعض اليوم شربتها مع هدلي قالت مخدومين بتشينا بذوق البرتقل وشو نقولكم جوا بزف هاي لين ان شاء الله الفيديو الجاي امبرتاجيهم معاكم سهلين ما فيهمش كامل مكونات بزف ويجوا ببنان وحنا يا حبيباتي حبيت نعود نفكركم بهذا البخفة الهايل شوفوا حبيت نعود نفكركم بس بس كما بقيتش كمية كبيرة وراهم مددوا الخصم اللي دا يرينو تع نهاية السنة انو تديزو تقرا بارك بستمائة علف اوليو سبعمائة علف يعني تتفاهمين انتي وجرتك انتي وصحبتك تدو زوج وتربحو خمسين علف خمسين علف يعني مئة علف في زوج اوليو تدوهم تلكمية وخمسين علف والتوصيل يكون مجاني احين تدو زوج بستمائة علف والتوصيل ثاني مجاني لجميع جميع الولايات هاد العطر وش نقول لكم بزاف هاي لانا اليوم صراحة جيت نقول لكم ونصارحكم بلي هاد العطر انا صح عجبني لو كان معجبنيش من بارتاجهش كامل معاكم شوفوا دق نوريلكم القراءات تاعي كيف شراهي يعني مبقى لها شوت خلاص خلاص قعدت فيها قطرة قطرة بنتي وش نقول لكم هبلتني تدير منها بزاف يعني من ديرش منها وحدة لكوليك داعي تاني عجبتهم القرب الريحات ديتها معاها ودرت لهم منها يعني شموا ريحتها عجبتهم بالبزاف ومام جارتي بعتلي قلت لي بعتلي القراءة نشم ريحتها برق ونشوف اسكن شري ولا لا لا وش نقول لكم القرب عجبتها ودت هي وجارتها تاني بش يستفدو من الخصم تاع نهاية السنة المهمة حبيبتي اللي شرعت منها تكتب لنا في التعليقات اريها فيها واللي ما زال ما شرعت شنقول لك بروفيته قبل ما يخلصوا بسكور ما بقتش كمية كبيرة قعدت لهم 1-200 قراءة مكسيمة معكدك اللي حب تشري كاين استمارة نخليها لكم في صندق الوصف وفي اول تعليق تعمروها بكل سهولة تعمرو المعلومات تاعكم وبصحتكم كامل حبيبتي نحن نضيف ملعقة كبيرة خميرة الخبز وملعقة صغيرة برق تاع السكر نضيف ملعقة كبيرة خميرة ونضيفه مع الحليب والمال يكونوا دافين نخلطه ملعقة بسكور يعاون بسكور العجينة انها كما نقولوا تتفاعل نضيف ملعقة صغيرة ونضيف ملعقة صغيرة ونضيف ملعقة صغيرة ونضيف الفارينة ملعقة الصغيرة وتضيف ملعقة صغيرة الملعقة بسكور الدكت بسكور etmw يجب أن تضيف المخبوزات العجينة يجب أن تنشفها كثيرا كثيرا نضيف الفرين وضيفه جميل خبطه مجميل تلاسك مميضة وماما تلاسك مميضة مميضة تلاسك في عقلها ملح وفل وحمرتو في بعض ملعقة ملعقتين ثم فتتوه بهذه الطريقة او امام الفطيرة ممتازة خفيفة لوجدو في فرامج جبن المثلاثات مع زيتون شرائح هنا صلصة الطماطم الهيلة لأشك فن نبرتجها شاهدوا من اللي فتحت القناة وانا نبرتج معكم هاد صلصة هيلة وسهلة وسهلة وسريعة هنا لطن لي وجدت الحش وكانت الخميرة العجينة بلوتو خمرت وكانت الخميرة لطنية وانا نقسمها على اثنين وقعدتلي شوية وانا نحتاج غير دو بول سنقوم بسنوة واحدة تكفيني قعدتلي هذه صغيرة سنقوم بسنوة كبيرة لانا نقوم بسنوة وضعها وانا نقوم بسنوة وانا نطيبوا فيه وحلوا العجينة وحلوا العجينة وحلوا العجينة ومكثرة وانا نقوم بسنوة وشوفوا المصدفة ونقوم بصصة وانا نقوم بسنوة ويقوم باد офنة وانا نقوم بسنا امور الحشوة اضطيت شرائح وصفاء اضطيت شرائح وصفاء اضطيت الحشو هذا ليس كما قلون جيدة شبه هذا سنيوه واحده لديكم الكامل أفراد العائلة إذا كنتو 6 أشخاص 8 أشخاص تأكل منها وان شاء الله تشبروا وضعت خماش تأتي أي نوع جبن فهد الفاطيرة إتيت ديروا وش ما حبيتوا انا زدت لها شوية تعفل في الحار مستحيل ندير هكا فطائر ولو مندير لهمش الحار بوسك يتمد واحد الذوق هايل وحنا فقدر نحبو الحار يعني ما مولادية كلو كتكن حارة يعني بطريقة معقولة متكنش حارة بزيب حليت العجينة ثانية حبيباتي وسويتها كامل هكا من الفوق اذا كان عندكم زيادة غير قطعوها بالموس نعمال وبعد روحوا كامل للاطراف وثبتوها مع العجينة الاولى حكا بش مت تفتح لكم ما يخرج هذك الحشو ما والو خليتها هكا دوكوتي تزيد تخمر شوية بوسك مليح تزيد تخمر شوية قبل ما تدخلوها للفرن وهنا جيت ندير هذك السوفلة الكبيرة جيانت شوفوا بالنسبة للفوق هنا البنات المخبوزة تكامل تحب الفرن يكون سخون بزاف يعني انا كي بديت نحل في العجينة ديجان يشعل الفوق ورح بدي يسخن يعني لازم كيتكملو يكون فغيمو سخون بزاف يعني يقدمة تقدروا يشعلوه اعلى درجة وخلوه يسخن نمليح مام اذا كان عندك حبيبتي فوق يسخن ولا يشعل غير من تحتها وشعله غير شعلها البكري برق نص ساعة 45 دقيقة مقبل وخليه يسخن بي هنا بالنسبة لهذه السوفلة بنفس الطريقة ادرت الاسس طوماتي ودرت زيتون والبولي وشيات عالف خوماش واغلقتها بثاني جيت بزاف هايلا يعني اذا حبيتوا كامل ديروها هكا تقدروا ديروها بصحة الفطيرة هذك اسهل في التشكيل تحت توجدوها في وقت قصير يعني كنت يمزروبها ومامتون قتلكم ما تشبع يعني تاكلوا منها مخصو ليكون ياكل ياكل ما يقدرش يزيد فوق ديرو مخصو يعني تجي تشبع لهي بار بالنسبة للسوفلة قدرت له الجوب المثلاتات وقعد لي شوية برك من هاد الفخوماج غوج زيتو وتغلقوها برك السوفلة على بلكم بفبتوهم ملاح بش ميت تفتح لكمش ولكن في الفوغ راهي انتفخ وشغل يوليكي البالون لان هنا في الاطرف شوفوا انا الطريقة اللي ينغلق بيها ثبتوها ملاح متخافوا ووالو حطيتها في سنيوه هي كيف كيف دهنتها بهذا السوفر البيض اللي قاعد لي ودرت لها شوية سانوج من الفوق ودرت لها شوية زيتون المهم جبت الفطيرة تاعي وغير بيديكم متستعملوش الموس بس كالو كانت استعملو الموس بس كالو في هاد المرحلة ريح تسيل كامل هادك سلصة الطماطم الداخل ودخلو تخرج بصح بالاصابع شوفوا باطراف الاصابع كيما نديرو الخبز التركي ديرو هاكا انتخاس بصح ووصلو كامل تحته ودهنوها بصفر البيض ديرو لها سانوج ولا جلجلان ولا وش مدحبوا وخلوها تزيد تخمر وحد الاخمس دقائق شوفوا ديجانا خليتها شوية تزيدو لها خمس دقائق وحد اخرين ووالا اذا ما كنتو كيما انا درت صوفل وعودت لها وما اذا ما درتوش هادك صوفل خلوها حسبوها عشر دقائق ودخلوها للفوق خلوها تروبوزي مهم جدا انكم تزيدو تخلوها تروبوزي قبل ما تدخل الفوق يعني تحاول التخمر خفيف 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 انا خليتها خمس دقائق انا خليتها خمس دقائق بسكا ديجا كي كنت نديرو هاد السوفلية جاهزو سامينووت زيت خليتها سامينووت واحد اخرين ودخلتها لفوق جتمين ارواع ما يكن دكع نوريها لكم بنسبال السوفلية درتو هاد زيتون هاكا عالاطراف كان قاعد لي قولت نديرو كامل هاكا وفلوس تشوفوا بنتي رايديلي في سافر البيض ونديرو لها شوية تاع السانوج وندخلوها للفوق حبيبيتي تجربوا هاد الوصفة اذا تجربتوها تبرتجوا معي هاد الفاطيرة في الانستغرام نحب بزاف كي تبعتو لي التطبيقات تحكم لاني نطاق لكم ولا نحطكم في ستوري شوفوا البنت ها راهي في الفوق كنت سابع طفيت عليها من تحت بس كنت تفخت و حمارت شعلت لها من الفوق اللي تحمرين اذا كنت تحبها كما انكم تشوفوا يتحب الكريم من أرواع مياكون نحب اضاق زيت سيتون ان 꿈اكزان هذه المملاحات في فيزا انا اضاق زيت سيتون اشتركوا هذا الفطيره مع ملحات 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 نحاول ان نوعهم قليلا لتدهن Oh, وتشعر! لحيث ينحن السنوح هنا في هذه المرحلة يمكنكم استعملوا بلموس عبادة فتو تكون خضرات لنفكسين الطراف الاصابع لا تستعملوش الموس حابي بعتيها كبش متخرج لكمش الحشو ما يخرج لكمش على برا هنا نوري لكم كيفش طابت شفو جد طيبا روعة من فوق ومن تحت طيبها كان بزاف هايل شفو الحشو الداخل والعجينة خفيفة 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 وبنينا اهم حاجة بنينا نولادي يقولوا يا ماما هادي بنينا وتشبع مع الولك شغل كي شافو شافو نيدر تغير بلاتو واحد شغل ما قلناعتهم مش بصح وشو نقول لكم قلت لكم غير دو مخصورة يحين تشبعوا مع انسوب الله الله بس كي ما كم تفو غنية معمرة لداخل تقدرو ديروها بطم بلا بيانداشة يعني انتم او الذوق تاكم انا برك حبيت نوصل لكم فكرة انو بالبولة جي خفيفة وبنينا سختو كي تحمروا البولة كي ما درت له انا وبعدها ادديروها بهذا الطريقة ناصيحة واحد اخرى البنات كي طيب لكم تم تم حاولوا تقطعوها وتنحوها مسنيوة بس كولو كانت خلوها فسنيوة رايحات تتندالكم من تحتا ومتجيش في هاديك القرماشا متجيش كي ما قولو كخوسيانت ومتجيش بنينا المهم حبيبتي انا اليوم درتها مع شربة فرميسل ضك نوريها لكم اشكف ان بارتاجي معكم دي سوب ولا شربات ومنحة لكم شلاغست تقولوا اللي علا ما احتلناش الوصفة شوفوا لاش انتاعي راهي معمرة بلي سوب ان شاء الله انا وعدكم فرا جاي رمضان ونشبعكم للشربة والليسوب ان شاء الله شوفوا انا اليسوب بتاعي والشربة اكساس واش شربة فرميسل ولا شربة فريق انا نديلها الخضرة يعني كيتوفوها كتقيلة معايا عرفوا بلي راهي تقيلة بالخضرة راهي صحية وبنينة فلا حبيبتي بهذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو ان شاء الله هلا فيديو تالي هم تكون عجبتكم وتكون خفيفة ضريبة عليكم وقلكم نحبكم بزاف اطعالوا لي فروحكم وسختوا في صحتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته